السلام عليكم الله يعطيكم العافية يا حبايبي كيف حالكم ان شاء الله خير ان شاء الله متفائلين ان شاء الله كله تمام سبحان الله يا حبايبي كل سنة كأننا بنحط بنفس الموقف كأني أنا باجي بحكي مع طلابي بخصوص هذا الموضوع شو بحكي لهم بحكي لهم يا شباب بغض النظر ايش القرارات اللي مسوياها الوزارة ما عندنا مشكلة احنا لانه درسنا على الانماط كلها وفي ناس منكو تعبت وفي ناس قالت يا استاذ يا الله لش تعطينا هيك يا استاذ روح اضع دائرة بس انا كنت هيك امشي معكم خطوة خطوة عشان افهمكم انه لأ هيك بدنا نشتغل احنا الحمد لله متجهزين ما تخاف كل ما تحس بالخوف ارجع للامتحانات تبات الفصل الاول حل عليها وامتحانات الفصل التاني برضو حل عليها وامورك تمام انا مأخر الامتحانات بالعمدة لانه الطلاب يعني مش كتير بيعملوها وانا مش متفضيلها عشان اقعد وابعتها لكل حدا واني احكي له حل الpoint التاني اخوان انه الفصل الثاني كل القطع اللي فيه اشي نظري ما فيه اشي ملموس عم بحاول اسوي لكم الفيديوهات هديك بس للاسف ما فيه اشي ملموس يعني عندي هون انا مثلا learning a foreign language ما عندي فيديو اجيب لك اياه عن learning a foreign language يكون مثلا فيديو مفيد وانك انت يعني تستفيد منه بطريقة الصح وما تحس انه انا بضيع لك وقتك لذلك يعني بدكوا تتحملوني انا لسه مش ملاقي اي قطعة بتستحق اني اعمل عليها ايش الفيديوهات اللي كنت انا اسويهم نرجع هون اخواني اه منحكي عن هاي اللي هي القطعة التانية في الوحدة السابعة قطعة مرتبة وظريفة ما شاء الله عنها شوفوا يا جماعة الخير اول اشي لما اجي انا احكي عن كلمة utterance هادي utterance معناها ايش معناها اللفظ من الاسم utterance التلفظ اوكي something that is said انا بحكي something said something said ايش يمحكي such as خلص ملاش اخوان هادا منه هادا تكتير كلام هادا معناها اللفظ او الخطاب simulator هو المحاكي جهاز المحاكاة يعني جهاز التقليد عشان هيك يا اخوان ايش بدك تسوي بدك تعمل زي هيك any device or system that simulates في احتمال يا اخوان انه يكون في كلمة imitate اللي هي ايش اللي هي كلمة يقلد فكل اللي بدون خط انا ما بدي اياه جهاز المحاكاة اخوان هو جهاز للتقليد كيف يعني؟ يعني انت لما بتكون ماشي بسيارة بتكون انت في جهاز المحاكاة هذا جهاز المحاكاة جماعة الخير بدك تتدرب انت على الطيران بروحوا شو بعملوا؟ بحطوك في جهاز محاكي للطيران ليش يا جماعة؟ لانه ما بزبط احطك في الطيارة من اول مرة شو بيصير فيك؟ ممكن انت اتخاف ممكن انت توقع الطيارة وهذا اشي خطير جدا فبحطوك في جهاز المحاكاة في جهاز محاكاة القيادة هس بدك تشوف بحطوا الناس فيه بمسكوهم قهوة وشاي وبيحكوا معهم بيخلوهم ايش؟ يعملوا حادث عشان يشوفوا تركيزهم مالتي لينجوال يعني متعدد اللغات speaking, reading, reading or writing in more than two languages speaking خلينا نحكي in more than two languages مالتي تاسك يعني متعدد المهام هلا انا بالنسبة لي اخوان مالتي تاسك يعني do several things do several things انا بطلع هيك وباجي بحكي لك people learning to fly often practice on a flight simulator خلاص سهلة الناس اللي بتعلموا طيران عادة بتدربوا على جهاز المحاكاة the machine allows for without the need to buy extra hardware the machine allows multi multi يعني متعدد اخوان tasking انا بقف هون task مع الing بصير tasking multitasking without the need to buy extra hardware طبعا بتقدر تخلي هكي المواحدة هاي افراغ person is the one who speaks more than two languages حدا بحكي اكتر من لغتين اسمه ايش يا اخوان اسمه multilingual اللي هو متعدد اللغات the senators weekend هدولا يا اخوان في اميركا عندهم senators زي الاعيان والنواب عندهم اشي اسمه weekend utterance اللي هو ايش خطاب الاسبوع هيك بنكون حلينا معاني شوفوا سبحان الله انا بحل بالطريقة هاي بعدين بحل بالطريقة الوزارية بعدين بحل طريقة اصعب من الطريقة الوزارية عشان الطالب ايش يكون على دراية بكل هاي الطرق اللي بنحل عليها خلينا اطلع للقطعة هادي بتحكي عن ايش عن learning a foreign language foreign يعني اجنبي speaking a foreign language تحدث لغة اجنبية it is claimed يعني يدعى improves the functionality يحسن the functionality of your brain يحسن عمل your brain مخك in several different ways several متعدد متعدد الناس اللي درست الالف كلمة يا اخوان امورها طيبة وتمام وصارت تعرف هاي الكلمات لانه هاي بتكون المرة الثالثة او الرابعة بتمر عليك ناهيك عن انه انت استاذ فايت على امتحان حقيقي امتحان الوزارة صار امتحان حقيقي صار امتحان يخاطب عقليتك استاذ صاروا يعكسو لك يغيرو لك يعني في ناس كتير استاذ اتدمرك وهذا الاشي اللي بمنعني اني اشتغل بالاسلوب الاهبل تجيك الجزء بسيط جدا من اسلوبك في الحل مش تعتمد عليها اعتماد كامل لانه الوزارة صارت تيجي تصدر لك الكلمة انت تروح تختارها تاخد صفر فهدول الناس بيحكوا انه تحدث لغة ثانية يدعون انه بيحسن وظيفية اخك وهذا اخوان اشي صحيح واحد من الاسباب انك انت بتاخد مصادرك من اكثر من بتاخد معلوماتك من اكثر من مصدر تعلم يعني تعلم تدريس تعلم اللي هي معاني كلمات جديدة وقواعد يعني يزود يزود دماغك بتمرين مفيد من كلمة بنيفت مفيد مين هو الويتش البنيفشل اكسرسايز كله يا جماعة الخير والذي يحسن الذاكرة as well as اه فاهمين بيخلي مخك ايش يتمرن فهذا بيحسن ذاكرتك as well as exercising the brain وزاي ما بدرب لك مخك as well as يعني كما انو بدرب لك مخك it is thought يعتقد that learning a new language انو تعلم لغة جديدة also presents the brain with unique challenges يعني يعرض present يعني يعرض الدماغ brain دماغ with unique challenges بتحديات فريدة unique فريدة these include مين هم يا اخوان these ترجع على unique challenges ديروا بالكم يا اخوان في الامتحان الوزاري صار يجبو لكم اسئلة شوي حساسة لانو مش دايما الضمائر تعود على ايش على اشياء قبلها مباشرة ممكن تعود على اشياء قبل فبدك تعتمد على المخ اذا انت قدرت تطلع الضمائر معناته انت فاهم المادة these include كلمة include معناها يتضمن اخدناها في الوحدة الاولى يتضمن في الالف كلمة اول اشي شوفوا يا اخوان ركزوا معي هلا انا عندي هون شغلتين بدي احكي عنهم انو اللي بتعلموا لغة جديدة بيصير عندهم شغلتين ايش هو اول اشي provides the brain with beneficial exercise بدرب المخ بيتمارين مفيدة وكمان بعرضوا المخ لايش لايونيك تشالينجز تحديات فريدة هاي التحديات يا اخوان بتعمل شغلتين بتخليك تميز اللغات الانظمة اللغوية مخ بيصير يعرف هذا صيني وهذا هندي recognizing different language systems هدولا اليونيك تشالينجز ايش فيهم فيهم انك انت بتصير تميز اللغة استاذ هذا صيني استاذ هذا فرنسي and ways to communicate with these واساليب كمان عشان نتواصل مع هاي systems شوف معي هون استاذ على اليمين على الشمال كيف اميز اللغة وكيف اتعامل فيها كيف اسمع وافهم وكيف انطق واحكي فهمت علي؟ هادي هي التمارين ياخوان قراءتك مش لازم تكون سطحية لازم شوية نفوت في الديب جوا عشان انت لما تيجي تجاوب اتشغل يا حبيبي العقل الباطن تمام؟ بدي اشغل انا العقل الباطن وبيدي اياك تكون انسان تمام وامورك ممتازة تمام؟ طيب خليني اجي لايش يا جماعة الخير بدي اجي اكمل these skills improve your chances of success هاي المهارات يا جماعة الخير these skills هلا these استاذ ممكن ترجعها على اشي بعد لانه مش دايما الضمائر ترجع على اشي قبل او ترجعها على كل السطر اللي قبل هادي improve your chances بتحسن فرصك of success فرصك للنجاح يا اخوان of حرف جر بعدها اسم اه success اللي هو اسم successful صفة in other problem solving tasks هلا هيك بحكي لك اسمها يا حبيبي اذا انت ذكي وبتستوعب معناته انت شو رح يصير فيك رح تصير تعرف تحل مشاكل تانية تمام رح تصير ذكي بمشاكل تانية it is said that students who يقال انو الطلاب الذين study foreign languages بدرسوا لغات اجنبية do better بسووا احسن on the whole بشكل عام in general tests في الامتحانات العامة in maths برياضيات سووا احسن reading and vocabulary والقراءة والمعاني than students اكثر من الطلاب who have only mastered their mother tongue عشان هيك يا اخوان احنا هون يعني بنحكي لك انو الطلاب اللي بيحكوا لغتين بيكونوا شاطرين في الرياضيات وبيكونوا شاطرين في القراءة وشاطرين في المعاني اكثر من الطلاب اللي اتقنوا بس لغتهم عشان هيك يا اخوان احنا هون بنيجي بنختلف في حيثية معينة بنيجي بنحكي انو الناس اللي تعرفش تحكي انجليزي الناس اللي مش دارس انجليزي ما بزبط بتكون الفقرات اخوان بعمل لك conclusion بعكس لك على ارض الواقع بعكس لك على ارض الواقع انه ما بزبط انا اكون استاذ الماني وانا بحكيش الماني طب يعني كيف بدك تدرسني معناته انت بالاساس بتكذب ما بزبط انا اكون بدرس كيميا وانا مش كيميا اي فهمتوا علي لذلك استاذ الاختصاص اشي كتير مهم يعني انت لما تيجي بتحكيلي مثلا انا دارس تخصص بدرس تخصص تاني او انا دارس تخصص بشكل تخصص تاني مش كويس بجوز في بعض الاشخاص عندهم نبوغ معين او بيمتلكوا شركاتهم الخاصة هذا ما عنده مشكلة اما تيجي تقول لي وين السوق ماشي نطها الاساسة صار عندنا يجي ناس لا معهم تخصصات ولا هم مفاهمين وهلأ اخوان دخلين على شي اسمه دخلين على موضوع شرية الشهادات من برا وهذا الاشي غير معتمد يعني في الاردن شرية الشهادات غير معتمدة نهائيا إلا لما تكون مقيم في البلد هديك على أقل ثمان شهور من فترة وجودك المهم الفقرة التانية according to a study carried out according يعني اخوان طبقا لي طبقا لي a study دراسة carried out by Pennsylvania State University سووها جامعة Pennsylvania State يعني ايش الحكومية الخاصة بالدولة يعني يعني جامعة خاصة بالدولة State University زي الجامعة أردنية هي جامعة State University مش جامعة من بلوك الأشخاص روحوا جيبوا اشي ذاكي واشربوا معي USA multilingual people multilingual يعني speaking two or more languages people are able to switch between two systems قادرين نغير احنا يا اخوان بين two systems of speech writing and structure quite easily اخوان انا كمحمد الاسود بفهم كيف اغير بين نظامين الكلام so I can now speak English very easily اوكي بحكي انجليزي عالسريع مش عم بترجم مش عم بصف الكلمات واربعض بدين حكي لك اياها لا it goes like this خلص هيك دغري بتطلع هادا بالعربي هاينا بالعربي بحكي معك بالصليقة ولما باجي يا استاذ هون بطلع بشوف بعيني استاذ ما بترجم بشوف هاي between يعني between ما بشوفها بين نهائيا هادا لما تطور نفسك انت استاذ هلا writing شفتها writing انا غير عن كلمة كتابة باللغة العربية فانت بتبدل ممكن انا اجي اكتب هلا احكي اكتب لك انجليزي اكتب لك عربي and structure والقواعد اخوان انا فاهم انه باللغة العربية بنحكي ولدون جيد ولدون جيد اول اشي المبتدأ هو الاسم بعدين الصفة بس بميز انه باللغة الانجليزي بنحكي good boy good boy مش منقول boy good تمام اذا ثلاث اشياء اخوان بميزوا هدول اللي بيحكوا اكتر من لغة بميزوا two systems of speech writing structure quite easily quite يعني تماما مش تفكرها معناها صامت هديك quiet بسهولة it has been proved اثبتها that they are also able to switch مين هم multilingual people they are also able to switch بنبدل easily between completely different tasks احكي لكم كيف بكون العب فورتنايت بيجيني ايميل من مدرستي صغط انه انت مش عامل يا محمد اشي بطفل فورتنايت بخش في مود الشغل بعمل ع السريع تمام تير سهل عندي اغير التاسك شوفوا يا اخوان هلا بدهم يثبتولنا one experiment في تجربة required participants طلبت من المشاركين to operate a driving simulator participants يعني مشاركين switch يعني يبدل to operate يشغل طلبوا منهم يا اخوان انهم يشغلوا driving simulator محاكي القيادة while carrying out carrying يعني يحمل بس carrying out معناها يقومون بيه وهم يقومون بي separate tasks مهام مختلفة at the same time في نفس الوقت the experiment showed that التجربة ورجت انو multilingual participants انو المشاركون multilingual يعني متعددو اللغات كانوا اقل تشتيت كانوا اقل تشتيت الناس الناس اللي بتحكي اكثر من لغة كان عندهم القدرة انهم يتحكموا بالمهمات الكتيرة ويعملوا اخطاء اقل في القيادة it is believed that language learning believed يعتقد هذا طبعا يخوان قاعدتنا اللي هي impersonal passive سهل و بتجنن يعتقد انه language learning تعلم اللغة can also improve your decision making skills بالله انك تتعلم مش عشاني ولا عشان التوجيهي عشان مستقبلك improve يعني يحسن او يطور او يطور your decision making skills من مهارات اتخاذ القرارات يعني انت اخوان بس تكون بتحكي اكثر من لغة انت مخك ايش بشتغل فلذلك تعرف تقرر بسرعة when you speak a foreign language لما تحكي لغة اجنبية you are constantly شوف يا اخوان constantly بشكل دائم constantly weighing up بتوزن weighing يعني يزن مش يزن يزن subtile differences اختلافات صغيرة بتوزن اختلافات صغيرة in meaning of a word شوفوا يا اخوان لما انا بحكي لغتين بعمل تمييز بين اختلافات صغيرة بايش بمعاني الكلمات وطريقة لفظها هيها in the meaning في معاني of words الكلمات or the way او الطريقة ذات and utterance اللفظ is made بينعمل كيف اللفظ بينعمل شغلتين ماشي الحال انت زال محريف بتمييز الكلمات مثلا car سيارة car سيارة هيني انا ميزت بين كلمتين من لغتين مختلفتين وكمان استاذ عرفت اقولك كلمة car وكلمة سيارة بالطريقة الصحيحة فلو اجا واحد عربي قلت له هاي سيارتي بفهم واجا واحد انجليزي قلت له this is my car رح يفهم فانا هون بتعلم معناها وطريقة لفظها فهذا يا اخوان بنكون احنا نعمله يعني انا بكون ماشي مثلا في وسط البلد زمان وانا مروح من الجامعة بيجي واحد بقول لي do you speak english ضغري انا مخي زي السيارة yes i do ما بقولوش اه في البداية كنت اقول اه بعدين صرت لا this process هذه العملية هاي العملية is then transferred subconsciously هاي العملية بعدين يا اخوان تت تتنقل بتنتقل subconsciously يعني بدون وعي وانت مش فاهم على حالك to other situations لمواقف اخرى which judgment is called for حيثو هناك استدعاء لايش للحكم يعني مخك بدو يقرر and decisions have to be made والقرارات لازم تتسوى يعني زي ما انت بتعرف كيف تختار اللغة وتختار الكلمة وتحكيها انت بتعرف كيف تختار قراراتك وتسويها براسك على السريع finally اخيرا learning a foreign language تعلم لغة اجنبية can also improve هلأ كلمة improve ممنوع انت تكون بتعرفهاش اذا انت بتعرفهاش هاي اخر فرصة الا improve معناها يحسن ويطور your ability to use your mother tongue بحسن قدرتك your طبعا راجع على مين عالريدر انك to use your mother tongue لغة الام هلأ tongue معناها اللسان بس هون تأتي بمعنى لغة مش بمعنى اللسان more effectively كيف يعني effectively يعني بشكل فعال اكثر انا بدي احكي لكم مثال انا باللغة العربية ما كنتش اعرف استخدم punctuation marks اللي هي علامات الترقيم ما كنت اعرف انه الفاصلة عشان جملتين في نفس الموضوع ولكن انا بدي اخد break بينهم اتعلمت من اللغة الانجليزية فبلشت اطبق هذا على لغتي الام اللي هي ايش اللي هي اللغة العربية as you become more aware of the way that a language works انت بيصير مخك افهم ويعرف كيف اللغة بتشتغل you begin to apply it بتبلش اطبقها شو هي the way that a language works بتبلش اطبقها to the language that you use every day للغة اللي انت بتستخدمها use معانا يستخدم everyday كل يوم the skills you obtain المهارات هاي الكلمة كتير مهمة اخوان obtain يعني يكتسب المهارات اللي بتكتسبها from learning a foreign language من تحدث لغة اجنبية therefore can make you a better speaker and writer in your own language بتخليك متحدث افضل وكاتب افضل في لغتك الام هلا اخوان بدي اروح اطفي الكاميرا واشغل لكم هون على الاسئلة عشان بلش نحل عليها من فضل الله اخوان احنا ما نقطعنا في اي يوم على ايش ما نقطعنا عن حل الاسئلة العادية واسئلة اضع دائرة وانا برجع بحكي لكم كمان مش مهم هذا الحكي كله بقدر ما هو مهم ايش يا جماعة الخير مهم انك تكون دارس المحتوى بتجيني مرات بعض التعليقات انه استاذ تروحش ورا الكاميرا يا اخوان انت خليك في دراستك وخليني انا في الاشي اللي بسويه لاني انا بسوي اشي انا عارف شو بعمله لما انا بترك قدام بكون جاي اشيك على الكاميرا وبكون انا شوية بدي اترك لك المجال قدام اللوح بدي ياك تشوف اللوح تسمع شو بحكي مش تشوف شكلي لان انا لما تكون بشكلي انت بتاخد من شكلي يعني انا بكون بحكي انت بكون تطلع شو بسوي شو كذا فيعني رجعني اخوان كل حدا ينتبه لمستقبله وفكك من ايش الاستاذ بعمل بجوز انا مثلا اقرأ القطعة وانا قاعد والقطعة قدامك يكون ماوس في ايدي عادي كنت اسوي هيك في المدرسة بسوي هيك فانت ركز على المحتوى وسيبك من الاشياء التانية كلها ملهاش قيمة تاني اشي واحد بيجي بقولك بيحكي كثير يا اخي انا باجي بحضر مثلا على اليوتيوب او بحضر انا في جامعتي انا يعني في طلاب يجي بقول احنا دافعين نصاري طيب انا دافع للجامعة جامعة الشرق الاوسل درست فيها ماجستير دافع فيها عشر تلاف دينار تمام كنت اروح بعض الدكاترا كان يخلينا نشوف ايش الاشياء اللي هو سواها تجارب ودراسات ماشي خلص اللي مش عاجبك يعمله سكب تمام هذا اسلوب لو اجيت انا اتصنع تمام بيصير الموضوع مش منيح خلينا نفكنا من هذا الكلام وننطلق يا احبتي على الاشي اللي بعده اللي هو الحل peace